تتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الساحل الليبي متزمنة مع حالة عدم استقرار الدولة من الناحية الأمنية حيث يساهم تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط وانتشار شبكات الاتجار بالبشر في الدول إفريقيا جنوب الصحراء في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون بشكل جماعي الأراضي الليبية لا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كيلو متر عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين ومع ساحل طوله نحو 2000 كيلو متر أصبحت ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لقوارب المهاجرين نحو أوروبا معلومات مسربة عن تقرير أعدته الحكومة الألمانية نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية هذا الأسبوع أشارت إلى أن أكثر من مليون مهاجر قد استقروا مؤقتا على الأراضي الليبية في انتظار الفرصة السانحة للتوجه شمالا عبر المتوسط إلى السواحل الأوروبية ولفت التقرير إلى أن معظم المهاجرين المتواجدين داخل ليبيا هم من المهاجرين لأسباب اقتصادية بالأساس ومن دول أفريقيا مثل النيجر والشاد والدول الشرق الأوسط وآسيا من جهتها السلطات الليبية ممثلة في القوات البحرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترغب في تعاون أكثر بين بلدان العبور والاتحاد الأوروبي على أن يتم معالجة أزمة المهاجرين من خلال توفير البيئة الملائمة والدعم الاقتصادي لإبقاء المهاجرين في بلدانهم بعيدا عن الوقوع بين براثن عصابات التهريب ومواجهة أخطار المتوسط وقواربه المتهالكة ومياهه التي تبتلع الآلاف منهم كل عام